اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمن اللهم آمين إخواني وأخواتي هنا في الستوديو وفي أرجاء المعمورة الأربع أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته لعلكم حدستم من خلال هذه الآيات الكريمات التي تلوتها من سورة النحل أن حلقة اليوم ربما تدور على عدل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام على قيمة العدل وهو حدث في مكانه لكن قبل أن نشرع في هذا الحديث الذي أسأل الله أن يوفقني فيه إلى مراضي أحب أن أستكمل فضلة من الحديث بقيت بصدد أمانته عليه الصلاة وأفضل السلام من أمانته عليه الصلاة وأفضل السلام أمانته كإمام كإمام للأمة أمانته في أموال الأمة في أموال الأمة من ذلك ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر بن العاص فإذا جده هو عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهم جميع عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين أتاه وفد هواز سيظهر إخواني وأخواتي بعيدة قليل من السياق أن وفد هواز أتاه بعد حنين بعد هزيمة هواز في حنين وبعد أن سبى رسول الله وأصحابه منهم سبيا كثيرا وغنموا أموالا عظيمة جدا من أعظم ما غنم في حياة رسول الله فقالوا يا محمد أو يا رسول الله إنا أصل وعشيرة إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك في أموالنا وأبنائنا ونسائنا فقال عليه الصلاة وأفضل السلام تخيروا بين أموالكم أي من جهة وأبنائكم ونسائكم أي من الجهة الأخرى فقالوا خيرتنا يا رسول الله بين أحسابنا وأموالنا فإنا نختار أبنائنا ونسائنا أي أحسابنا فقال عليه الصلاة وأفضل السلام وَمَا أَكْرَمَهُ وَمَا أَجْوَدَهُ وَمَا أَصْفَحَهُ وَمَا أَعْظَمَ تَسَامُحَهُ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام فما كان لي ولبني عبد المطلب لأهل البيت جميعا كل فروعهم فهو لكم قال أي شيء أصبته أنا من سبيكم من أبنائكم ونسائكم أو أصابه أحد من هذه الدوحة الكريمة دوحة عبد المطلب يعني آل جعفر آل عقيل آل عباس كل هؤلاء فهو لكم فهو لكم فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستعين برسول الله على المسلمين في أبنائنا ونسائنا كأنه يلقنهم كيفية الاستشفاء يقول لهم تشفعوا بي على المسلمين سأكون أنا واسطة لكم عند المسلمين ما أعلم أخلاقهم لم يقل أنا إمام الأمة أنا الرئيس يعني الملك السلطان الأعظم السلطة الأولى في الدولة لم يقل هذا لم يقل وقبل ذلك وفوقه وأشرف منه أنا النبي والرسول أنا نبيهم ورسولهم انتهى كل شيء أنا أقضي في حقوقهم لا لا يعلم أنها حقوق أصحابه حقوق المهاجدين والأنصار ومن تبعهم لا يتصرف فيها عدل وأمانة هنا عدل وأمانة أو أمانة وعدل وبالفعل صلى عليه الصلاة وأفضل السلام الظهر فقام وفد هوازن طبعا واحد أو ربما أكثر فقالوا إنا نستعين برسول الله على المسلمين في أبنائنا ونسائنا فقام عليه الصلاة وأفضل السلام حقوقنا سماحت نفس كرم وقام الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وقالوا وما كان لنا فهو لرسول الله تنازلنا أيضاً عن كل ما أصبنا من السبي من النساء والأولاد من النساء والأبناء وقام أيها الإخوة الآن عيينة بن حصن الفزاري فقال أما ما كان لي ولبني فزارة فلا والحياذ بالله هذا الرجل كان يلقب بالأحمق المطاع بالأحمق المطاع وكان سيد قومه فيه حمق وكان النبي يتألفه في جماعة يتألفه في جماعة فهذا قال لا أنا لا أتنازل السبي الذي صار إلي وإلى بني فزارة وأنا زعيمهم لا نتنازل عنه شيء غريب وقام الأقرع ابن حابس أيضاً هذا أي نفس الشيء يسلك في نفس النظام تبع عينة بن حصن والعباس بن مرداس وأمثال هؤلاء قام الأقرع ابن حابس قال أما ما كان لي ولبني تميم فلا لا نتنازل عنه شيء غريب يواجه النبي بهذا وفي محف العظيم من المهاجرين والأنصار والوافدين هؤلاء وقام العباس بن مرداس قال أما ما كان لي ولبني سليم فلا فقامت بن سليم جزاهم الله خيرا قالوا كذبت ما كان لنا فهو لرسول الله قومه خير من هو زعيمهم وهم خير من وأكرم قالوا كذبت ما كان لنا فهو لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام طيب عند ذلك النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال أيها الناس ردوا عليهم على هواز النساهم وأبناءهم ومن تمسك من هذا الفيء بشيء ومن تمسك من هذا الفيء بشيء فله منا ست فرائض من أول ما يفئ الله علينا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن النبي يقول ردوا عليهم النساء والأبناء أما من رد وقال أريد عوض هذا هذا معنى الكلام من تمسك من هذا الفيء هو لم يتنازل عنه هكذا لوجه الله وإنما تنازل ويريد البدل يريد العواض يقول ما في مشكلة الرسول تنازلوا لابد أن يتنازل الآن الجميع ومن تنازل وتمسك بحقه فأنا بإذن الله يقول بحول الله إن شاء الله تعالى في أول ما يفئ الله علي انتبهه يعني هو يتحدث عن خمسه لا يريد أن يعوضهم من مالهم مرة أخرى لا يريد أن يعوضهم من مال المسلمين إنما يعوضهم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا من فيئه ومن خمسه فهو له الخمس كما تعلمون في آية الأنفال في آية الأنفال قال له منا خمس أو ست عفوا فرائض من أول ما يفئ الله علينا إيش الفرائض يعني؟ يعني بعران جمال لوق الجمل يا إخواني أو الناقة الذي يؤخذ في الصدقة يسمى فريضة الذي يؤخذ في الزكاة يسمى فريضة لماذا؟ لأنه مفروض زكاة مفروضة هذه زكاة مفروضة ثم توسعوا فيه فسموا كل جمل فريضة سموا كل جمل أو كل بعير فريضة فالنبي يقول نعطيه ستة فرائض من خمس أنا وهكذا طابت نفوسهم وتنازلوا عليه الصلاة وأفضل السلام ثم قام ركب بعيره وسار بالناس فلحقوه لحقه أناس طبعا من أخلاط الناس أناس من أخلاط الناس يا محمد اقسم علينا غنائمنا يا محمد اقسم علينا اقسم فينا يقال قسم عليه وقسم فيه وقسم له أيضا اقسم علينا غنائمنا حتى ألجأوه إلى شجرة يبدو أنها شجرة شوك ربما العضاة أو شيء مثل ذلك على كل حال ألجأوه إلى شجرة فخطفت فخطفت ثوبه فخطفت ثوبه فقال أيها الناس مهلا مهلا يسكنهم يهدئهم يطمئنهم مهلا والذي نفسي بيده لو كان لكم مثل تهام نعاما يعني شياه بقر غنم ماعز واب بعران كل هذا مثل وادي تهام كله فيه من هذه النعم لقسمته عليكم ولم أدخر منه شيئا ولم أستأثر عليكم بشيء ثم لا تجدونني كذابا ولا جبانا ولا بخيلة ثم أقبل عليه الصلاة وأفضل السلام فأخذ بين أصبعيه الشريفين وبرة من سنام بعير وبرة وبرة من سنام البعير وقال إنما هو مالكم أقسمه بينكم ولا أستأثر بمثل هذه ليس لي في إلا ليس لي في مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم يا الله حتى الخمس الذي أوجبه الله حقا خالصا له هو يرده في أمته وحاول يقول لي من أين علمت؟ طبعا علمت من هذا أن الرسول قل لي ماذا ترك الرسول من مال بعده؟ أين قصور الرسول؟ أين ضياع الرسول؟ أين عزب الرسول؟ أين أراضي إخطاعات الرسول؟ ماذا ترك لأزواجه؟ ماذا ترك لأبنائه؟ لبناته؟ حتى هو أبناؤه؟ عفوا بناته يعني أولاده فاطمة هو لم يترك إلا فاطمة عليها السلام لم يترك إلا فاطمة عليها السلام ولم يترك لها شيئا لأنه قال وسبق منه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه ففعلا كان يرد الخمس في أمته دائما يرد الخمس في أمته عليه الصلاة وأفضل السلام فهذا هو ولذلك أيها الإخوة هذا الحديث هذا الحديث آية من الآيات على أمانة النبي البالغة وأيضا على عدله حين تصرف في بعض حقوق الناس ضمن لهم أن يعوضهم من فيئه من خمسه هو عليه الصلاة وأفضل السلام نعم فقام رجل حين قال الرسول هذا قال أنا ليس لي إلا الخمس والخمس مردود فيكم ولا أستأثر حتى بوبرت بعير بوبرت شعر هكذا بوبر من وبر البعير قام الرجل قال يا رسول الله وفي يده كبة شعر قال تحرك ضميره تحرك ضميره قال يا رسول الله أخذت هذه من الغنائم لأصلح بها بردعة بعير لي أنا لم أستأذن ولم تقسم لي هذه لكن كبة شعر يعني شيء تافه جدا شيء تافه جدا أخذت كبة شعر هذه اللي أصلح بها بردعة بعيري فقال عليه الصلاة وأفضل السلام أما ما كان لي ولبني عبد المطالب فهو لك إذا داخل هذا في مالي ومال عبد المطالب أنا العبد المطالب فأنا نحن نسامح فيه فالرجل قال أوه بلغت مثل هذا طبعا هي كبة شعر فأنا بذها قال لا حاجة لي بها لا أريدها خذوها طبعا لن يأخذها أحد لن يستفيد بها أحد فعقب عليه الصلاة وأفضل السلام بكلمة عظيمة قال أيها الناس أدوا الخياطة والمخيط أي شيء أي قطعة قماش خياط يعني مخيطة يعني أي قطعة قماش جرى فيها خيط أدوها أدوها والمخيط كما سمعتم بالأمس الإبرة إبرة الخياطة أدوا الخياطة والمخيط فإن الغلول يكون يوم القيامة على صاحبه عارا وشنارا الشنار هو العيب العيب عارا وشنارا والعياذ بالله تبارك وتعالى كونوا معنا يا حبة بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني واخواتي من جديد إذن هذا الرجل الجميل في هذا الحديث الذي سمعتمه قبل الفاصل أن هذا الصحابي المجهول الذي أخذ كبة شعر تحرك ضميره من فوره لم يرجع الأمر ولم يستهم به ولم يقول يا كبة شعر لا تسوى أي شيء لا الضمير الضمير الصاحي أن يقضي أيها الإخوة النفس اللوامة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها أقول هذا لماذا لأن بعض الناس ضميره لسانه فقط ضميره في لسانه يتحدث على الأمانة وعن العفاف وعن الصدق وعن 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 بلسانه لكن هنا في الداخل يتغول كل شيء يحتقب أي معصية يفعل أي شيء ولا يتحرك فيه شيء والعياذ بالله نسأل الله الصلاح والإصلاح لنا ولجميع إخواننا وأخواتنا طيب هناك حديث آخر إخواني وإخواتي في صحيح البخاري يقول فيه عقبة بن الحارف صليت مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يعني ذات مرة العصرة فلما سلم قام سريعا على غير عادته حتى دخل على بعض نسائه أي بعض حجراته دخل بحجر سريعا تحجب الصحابة ثم خرج فلما رأى العجب في وجوه أصحابه رأى النبي أنهم فعلا متعجبون لماذا فعلت هذا أراد أن يفهمهم لماذا كشف عن سر الأمر فقال عليه الصلاة وأفضل السلام ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكارهت أن يبيت فدخلت حتى أقسمه واضح أن هذا التبر ربما ليس أي من مال رسول الله ليس من خمسه مال للأمة مال للمسلمين تذكره في الصلاة ما هو التبر؟ التبر هو الذهب أو الفضة يطلق على الذهب والفضة إخواني وخواتي قبل أن يضرب دنانير ودراهم الذهب يضرب دنانير الدنار ذهبي طبعا بيزنطة والدنار فضي الفرس الساسانيون كانت الدنانير لبيزنطة وكانت الدراهم لبلاد فارس والدراهم الفضة والدنانير والذهب قبل أن يضرب الذهب دنانير أو دراهم أو حتى حليا يعني الحلين يسميها حلي يكون تبرا يكون إيه؟ تبرا يسمى تبرا فذكر النبي قطعت تبرا هكذا عنده فلم يحب أن تمضي ليلة وهي في بيته لعله يتوفى في هذه الليلة فقام حتى قسمها أمانة بالغة في حقوق المسلمين في أموال الناس عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث أيضا خلرويها أبو سعيد الخدري خرجه الإمان البخاري في صحيحه يقول أبو سعيد الخدري بعث علي عليه السلام وكرم الله وجهه بذ هيبة علي كان في اليمن النبي سيره اليمن طاضيا وأيضا واليا فبعث بذ هيبة إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فقسمها في الأربعة من الأربعة قبل قليل سمعتم بأسماء إثنين منهم الأقرع بن حابس عيينة بن حصن وزيد الطائ وعلقم بن علافة هؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة يا إخواني من المؤلفة قلوبهم يعني النبي يعطيهم أموالا لا يستحقونها أصلا بسبب يعني بسبب أنهم فقراء أو مزاكين أو غارمون أو إلى آخره لا يستحقونها بسبب من أسباب الزكاة ليسوا من أهلها وإنما بسبب التألف وأيضا هو من مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم عفوا والمؤلفة قلوبهم بهذا السبب يعطيهم لا بسبب الفقر والمسكنة والغرامة وما إلى ذلك وإنما بسبب التألف يستألفهم حتى يرسخ الإسلام في قلبهم ليسوا مسلمين جيدين ليسوا مسلمين أقوياء في إسلامهم فكان النبي يتألفهم فهذه الذهيبة قسمها في الأربعة فغضب أناس من المهاجرين والأنصار فقالوا يعطي صناديد أهل نجد هؤلاء نجديون من نجد يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا يتركنا لا نأخذ شيئا سبحان الله المال عزيز الناس تحب المال هناك من الناس طبعا أكثر مهاجرين والأنصار لم يكونوا كذلك بفضل الله عز وجل لكن بعض الناس تحبون المال يشرئبون إلى المال يحرصون عليه فقالوا هذه الكلمة وهي كلمة غير لائقة في حق رسول الله في حق رسول الله سمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما أتألفهم أنا لا أعطيهم تفضيلا لهم عليكم ليسوا أفضل منكم أصلا وإنما أعطيهم لكي أتألفهم من أجل أن يرسخ الإسلام في قلوبهم فأقبل رجل غائر العينين شوف الوصف أبو سعيد خدري يصف هذا الرجل فأقبل رجل غائر العينين عينا كأنهما في غور عميقتان غائر العينين مشرف الوجنتين عظم الخد طالع كده ناتئ الجبين كث اللحية محلوق أي محلوق الرأس شكل غير جميل وضحناه شكل غير جميل ولا كثر الله في الأمم من أمثال هذا الرجل هذا جد الخوارج شوف الشكل عجيب هذا لحي كبير وكثة الجبين طالع الوجنتان مشرفان مشرفتان العينان غائرتان وقال اتقي الله يا محمد استغفر الله العظيم شوف الجراءة على رسول الله في روايات أخرى اعدل فإنك لم تعدل يقول النبي فقال النبي عليه الصلاة وقفه السلام فمن يطع الله إذا عصيته أنت تقول لي اتقي الله فمن يطع الله إذا عصيته أي أمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني يستغرب النبي يقول تطعون في أمانتي طبعا النبي فاهم النبي فاهم لقن زكن يعني كما نقول بالعامية يفهمها على الطاهرة هو فاهم يعني معنى اتقي الله يعني أنك لم تعدل يتهمه في أمانته وأنك كأنك تتصرف في أموالنا على غير وجه حق فالنبي يقول فمن يطع الله إذا عصيته أي أمنوا لله على أهل الأرض فلا تأمنونني فقام رجل يستأذن في قتله أقيل هو خالد ابن الوليد فلم يأذن له النبي لم يأذن له النبي ثم ول هذا الرجل التاعس والعياذ بالله ول هذا الرجل فقال عليه الصلاة وأفضل السلام معلقا إن من ضئض هذا قوما إن من ضئض هذا قوما وفي رواية في عقب هذا قوم في عقب هذا ابن غير إن في عقب هذا قوم طيب تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يصلون كثيرا يتعبدون كثيرا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله يظنون أنهم أهل الدين وأهل الإسلام وأهل الجهاد والتقوى والعمل الصالح وهم خارجوا من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية أي الهدف إذا ضربت هدفاً أياً كان هذا الهدف بسهم السهم نفذ فيه وخرج منه كذلك هم يخرجون من الإسلام يعني يدخلون في الإسلام يخرجون منه دون أن يشعروا أو دون أن نشعر الناس بشدة أو بسرعة خروجهم من الإسلام بسرعة واضح أنه الناس ليسوا على فقه عميق في الدين أيها الإخوة ليسوا على فقه انتبهوا هذا مهم جداً حديث الخوارج هذه حتى نعيد النظر في طريقة تديوننا في كيفية تديوننا هايوا ما شاء الله بلحية كبيرة كثة وحارق شعره يعني لا يتزين لا يتجمل وقالوا يعني الرجل قوي في الحق يعني اعدل يا محمد اتق الله يا محمد يعني لا يخاف الله لوم تلائم وقيل أدب قلة أدب وفجور هذا مع رسول الله تكلم رسول الله بهذه الطريقة والعياذ بالله لكن شايف حاله يمكن شايف حاله حتى على الرسول يعني وقضعا هو شايف حاله على الرسول شايف أنه ما شاء الله آمن أكثر أمانة يعني وأعدل من رسول الله وجاء ينصح لرسول الله والعياذ بالله من أولى الناس يفصلون الدين على مقاسمهم هم أولى بالدين حتى إيمان رسول الله ومن شرع رسول الله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإيمان أو أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان الله أكبر يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان سلوا أنفسكم اليوم من الذي يقتل ومن الذي يترك مسلمون يقتلون اليوم مسلمون يقتلون ومسلمون يهددون بالقتل وبالغزو شيء غريب جدا جدا واضح يقول عليه الصلاة وأفضل السلام لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لأن أدركت هذه الفرقة حين تخرج وتفعل هذا بأمتي من تقتيل أهل الإيمان والإسلام وودع وترك أهل أوثان المحاربين لله ورسوله ولمسلمين شيء غريب جدا لأقتلنهم قتل عاد أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام أعتقد نكتفي بهذا القدر ما الحديث عن أمانته عليه الصلاة وأفضل السلام وهو الصادق الأمين بشهادة المشركين أنفسهم قبل نبوئته وبعد نبوئته وأفضل بين الحديث الآن إلى العدل أيها الإخوة والأخوات الحديث جميل وحديث جليل وحديث مهم حديث العدل لماذا العدل بالذات العدل يا إخواني لأنه القيمة المطلقة في الإسلام الأولى القيمة المطلقة الأولى في الإسلام لو سألك فيلسوف أو متفلسف أو مفكر وقال لك الإسلام أكد على قيم كثيرة أكد على قيم ومعاني كثيرة ما هي القيمة المطلقة ومعنى مطلقة يعني غير قابلة للتنسيب لا تنسب لا تضاف بمعنى عدل مع المسلمين في المسلمين عدل مع الرجال عدل مع النساء عدل مع القريب عدل مع البعيد عدل مع الصغير عدل مع الكبير عدل مع العاصي عدل مع الطائع عدل مطلق بغض النظر ما تقول لي آه هو مسلم ولكنه عاصا لا يصلي عدل يجب أن تعدل فيه بصلي ما بصليش فاسق فاجر كذا يجب أن تعدل يا سيدي عدل مع الكافرين عدل مع الكافرين الكافر أيضا تعدل فيه وتعدل معه إذا كان مسالما كافا وإذا كان محاربا معتديا وإذا كان محارباً أنت مأمور أن تعدل معه وتعدل فيه حتى في ساحة المعركة بحسب شرع الله تبارك وتعالى وين مثل هذا الشرع؟ وبتكلموا على الإسلام لسه بطعنوا في الإسلام وين مثل هذا الشرع؟ وين مثل هذا الدين؟ وحي تقول لي وين آياتك وأحاديثك؟ من وين بجيب الكلام هذا أنت؟ الآن سنسمع في هذه الحلقة وفي حلقة تالية بإذن الله تبارك وتعالى سوف نسمع ونرى أن العدل قيمة مطلقة في الإسلام لا تنسب عدل مع الجميع كما قلنا بغض النظر عن الجنس عن العرق عن اللغة عن الدين والمعتقد وعن حالة السلام والحرب حتى في حالة الحرب وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقُوَى شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوُوا ممنوع تعتدي يجب أن تكون حرب عادلة حرب عادلة ممنوع حتى وقد ظلمك وأنت تشنأ وهو يشنأك ويكرهك ولكن العدل العدل مع الجميع بالعدل كما يقول المسلمون كلهم كل الطواعف الملية الإسلامية تقول بالعدل قامت السماوات والأرض إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ما أحسن وما أجمع هذه الآية الجليلة قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الآية أجمع آية في كتاب الله عجيب كيف أجمع آية؟ يعني جمعت أصول التشريع لأن مدار التشريع الإلهي الأمر والنهي مداره على الأمر والنهي طيب هذه فيها ذلك إن الله يأمر يأمر بماذا؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وبعدين لو قال يأمروا بالعدل وحدها لكفت لكن الله لم يكتفي بالعدل تعرفون العدل أصله ماذا؟ جوهره ماذا؟ المكافأة التكافؤ الاستواء أصل العدل أيها الإخوة كما قال ابن فارس رحمة الله تعالى عليه في معجم مقاييس اللغة أصل العدل يعني مادة عدالة مادة عدالة دال على معنيين متضادين معنى الاستواء ومعنى الجنوح والعوجاج أما العدل الذي نتحدث عنه الآن منه العدل والعدالة فهو بمعنى ماذا؟ الاستواء ولذلك اعتدل الميزان إذا تكافأت كفتا اعتدلت الشمس إذا صارت في كبد السماء لا في الشرق ولا في الغرب في السمت فوق سمت الرؤوس تماماً يقال اعتدلت الشمس استوت يعني استوت واعتدل الميزان واعتدل الميزان إذا استوى ولذلك العدل هو الاستواء العدل هو الاستواء لي عليك عشرة تعطيني عشرة لك علي خمسة أرد إليك خمسة نفس الشيء ضربتني على وجهي أضربك على وجهك مكافأة هذا عدل هذا عدل إعطاء كل ذي حق حقه العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه الله قال العدل كويس بس في شيء أحسن منه في شيء أحسن منه ما هو والإحسان ما هو الإحسان الإحسان أن تطلب أقل مما لك وأن تعطي أكثر مما لك وأن تعطي أكثر مما عليك عفوا أنا لي عليك عشرة أسامحك في ثلاثة أو أربعة وأخذ سبعة أو سبعة إحسان هذا أنا أحسنته إليك وأنت لك علي خمسة أعطيك سبعة اشتغلت عندي عملت لأي شيء وإلك علي خمسة وأنت راضم بها واتفق عليها ومكتوب في العقد أنا أعطيك ستة أو سبعة كذا هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى إذا تكلمنا عن الإحسان ومقام الإحسان هذا من الإحسان يا إخواني الإحسان هو شيء زائد على المكافأة زائد على المكافأة المكافأة هي المساواة المكافأة هي المساواة شيء على قد شيء شيء بقدر شيء الإحسان زائد إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عمر ونهي عن الفحشاء والمنكر والبغي البغي هو التعدي والعياذ بالله على الآخرين تعدياً معنوياً أو مادياً ظلم والعياذ بالله يعظكم هذه موعظة إلهية مش موعظة شيخ على منبر أو في تلفزيون هذه الله تبارك وتعالى يعظ عباده لا إله إله يا الله شيء عظيم قفوا تماماً عند هذه الآية الله يعظنا بماذا يعظنا؟ بما سمعتم ولذلك هذه الآية كما قال ابن سعود هي أجمع آية في كتاب الله اجتملت على أصول الشرائع الإلهية أصول الشرع الإسلامي لما ولي أولي الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز يسمى عمر الثاني رضي الله تعالى عنه وأرضاء الخلافة وذلكم كان في سنة تسع وتسعين على ما أذكر سنة تسع وتسعين أصبح وخليفة المسلمين كتب مباشرة إلى أمرائه إلى أمراء النواحي أمراء البلد الإسلامية كلها أن يأمروا خطباء المساجد خطباء المسلمين أن يجعلوا في خطبتهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة هذه الآية الجليلة عوضا ماذا؟ عوضا ما كانوا يسبون الإمام علي عليه السلام ويلعنونه وينبزونه والعياذ بالله هذا من ميراث بني أمي السي مع أنه أموي عمر بن عبد العزيز أموي لكن عادل ويعرف من هو الإمام علي وما هي مكانته وما هو مقامه ويعلم أنه مظلوم ومبغي عليه ومبغي عليه يلعن على المنابر كان سنوات طويلة يلعن على المنابر ويسب فعمر قال ممنوع هذا من اليوم ممنوع أن يحدث هذا وبدل أن تسبوا أب الحسن أخ رسول الله يا أخواني أخ رسول الله وأب الحسن والحسين وزوج فاطمة الزهراء البتول عليه السلام بدل هذا قولوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثائذ القربة وعلي معروفة قربته من رسول الله كأنه يفهم هذا أو يشير إلى هذا وإيثائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ووالله إنها لفحشاء من أكبر الفحشاء ومنكر من أنكر المنكر وبغي من أبغى ما يكون البغي أن يسب الإمام عليه على منابر المسلمين على منبر رسول الله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون كونوا معي أحبة في الله ولكن بعد هذا الفاصل بارك الله فيكم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أحبة في الله من جديد إذن ومع العدل ومع آية العدل الجامعة في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثائذ القربة الآية التي قال فيها المفسر الجيل قتاد ابن دعامة السدوسي ما من خلق كان أهل الجاهلية يستحسنونه إلا ذكر في هذه الآية وما من خلق سيء كان أهل الجاهلية يتعايرونه بينهم إلا نهي عنه أي نهياً إجمالياً نهياً مجملاً في هذه الآية في هذه الآية إذن إيها آية جامعة لقد أدرك جامعية هذه الآية أيها الإخوة والأخوات بعض المشركين حين سمعوها منهم المغيرة الوليد ابن المغيرة أدرك جامعية هذه الآية حين سمعها في القصة المشهورة في القصة المشهورة قصته مع أبي جهل فحين سمع هذه الآية من سورة النحل علق فقال هي سبب هذا التعليق قال والله إنا له لحلاوة للقرآن الكريم وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وما هو بكلام بشر حين سمع هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية في حديث رواه الإمام ابن ماجة وأبو نعيم الأصفهاني في دلاء النبوة غيرهما من حديث الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام لما عرض نفسه في الموسم موسم الحج لما عرض نفسه على جماعة من شيبان ابن ثعلبة فقال له مفروق ابن عمر أحد سادت هؤلاء القوم قال له فإلى ما تدعو يا أخا قريش أنت تزعم أنك نبي الرسول تدعو الناس إلى ماذا فتلى عليه الصلاة وأفضل السلام هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلما سمعها هذا السيد مفروق ابن عمر قال والله لقد دعوت يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ولقد أفك أي كذب وبالغ في الكذب ومنه الإفك إفك مبين ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك فهذان رجلان من غير المسلمين أدرك جامعية هذه الآية الجليلة أدرك جامعية هذه الآية الجليلة العدل أحبة في الله إخواني وأخواتي ليس فقط أساس الملك بتعبير العلامة المؤرخ الفيلسوفي الإجتماعي إبن خلدون ليس فقط أساس الملك إنه أساس التكوين إنه أساس الوجود والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان كأن الحق جل مجده تبارك وتعالى يقول نظام الأكوان نظام الوجود النظام الطبيعي المادي قائم على الاتزان قائم على العدل فحقيق بكم وحري أن تتناغموا مع الكون وتتراسلوا معه بالتزام خطة العدل في معاملاتكم في بيعكم وشرائكم وأقوالكم وأفعالكم التزموا الميزان قلت لكم في بداية الحلقة أو في بداية الكلام بالأحرى عن العدل العدل هو القيمة المطلقة الأولى في الإسلام وهناك نص في كتاب الله يؤكد أنه القيمة الأولى القيمة الأولى في التشريع الإلهي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط عجيب إذن الهدف الغاية المقصد من إرسال الرسل وتنبئة الأنبياء هو أن يقوم الناس بالقصط هو أن يقوم الناس بالقصط هذا هو الهدف أخواني ولذلك لو كنا مسلمين فقهوا إسلامهم جيدا واتقوا ربهم حقا لكنا أعدل الناس على وجه الأرض كما كنا في البداية كما كان الرسول وحزبه الرسول وصحبه أعدل عباد اللي كانوا مع القريب البعيد مع أعدائهم وهذا الذي أدخل الناس في دين الله أفواجه العدل العدل منقطع النظير الذي لمسوه ورأوه رأي العين أيها الإخوة وعاشوه وتمتعوا به عدل عجيب أبو عبيدة ابن الجراح كان قادة أحد قادة الفتوح أحد قادة فتوح بلاد الشام وأخذوا بعض النواحي دخلت فيه سلطان المسلمين ومن ضمنها حمص وما حولها ودفعوا جزي المسلمين هذه الطريقة التي كانت سائدة في العالم كله مخدار يسير جداً من المال يدفع لقاء الحماية الكاملة وعدم الخدمة في الجيش عدم القتال يعني لا تقاتل معنا نحن نقاتل عنك ونحميك وسمع في يوم الأيام أبو عبيدة ومن معهم القادة والجند أن هرقل بيزنطة يعني الروم يتحشدون لكي ينازلوا المسلمين لكي يستردوا البلاد التي أخذها المسلمون فماذا فعل أبو عبيدة أمر بإرجاع الجزية إلى أصحابها حد لم يسمع مثلي شيء غريب لا يكاد يصدق الآن في بعض البلاد العربية والإسلامية إذا دفعت أي شيء الحكومة للدولة أنت وبطريق الخطأ دفعت شيئا زائدا في بعض هذه البلاد لا يحادل يقول لك خلص دخلنا زيد الدولة لا يعود غلطك أنت لا حق هذا لا يعود شيء غريب ظلم فأبو عبيدة أمر بأن ترجع إليهم الجزة جمع جزية فسألوا لماذا قال كذا وكذا وكذا نحن أخذناها نظيرة ولقاء ماذا لقاء أن نحميكم وأن نذود عنكم وأن ندفع عنكم والآن يكون بيننا وبين القوم قتال فلا لا نستحقها يقول أبو يوسف في كتاب الخراج فدعوا لهم دعوا لهم أن يردهم الله تبارك وتعالى بخير وأن ينصرهم على عدوهم وبالفعل انتصر المسلمون على هرقل على بيزنطة وعادوا واستقبلهم أهل البلاد بالترحاب الغامر استقبلهم بالترحاب الغامر حد للمسلمين هذا هو العدل الذي تعلموه من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام القيمة المطلقة إذا تأملتم بكتاب الله تبارك وتعالى الآيات التي ورد فيها العدل ومشتقاته كثيرة ومتنوعة كثيرة متنوعة عدل في شؤون خاصة في شؤون أسرية مثلا عدل مع الزوجات وبين الزوجات ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما مالكت أيمانكم عدل في هذا الباب أيها الإخوة عدل في القضاء بين الناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به الله يقول هذا شيء جميل ومستحسن وهو أحسن شيء توعظون به العدل نعم ما يعظم وأداء الأمانات العدل وأداء الأمانات والفضائل كما يقال لا تتجزى الفضائل لا تتجزى محال أن تكون عادلا في حكمك وتكون خوانا متغولا للأمانات مستحيل ومستحيل أن يكون متغول الأمانة عادلا في حكمه مستحيل أبدا الفضائل لا تتجزى أو الكذاب مثلا يكون عادلا صعب جدا أو يكون أمينا صعب جدا أو يكون الصادق الذي يلتزم الصدق في كل أمره أن يكون خوانا أو يكون ظالما سبحان الله الفضاء اللي تتجزأ كأن الإنسان كتلة واحدة هيئة واحدة صياغة واحدة فمن أراد الجمال والكمال لنفسه فعليه أن يأخذ هذه المجامع مجامع الأخلاق جملة واحدة صحيح يتفاوت الناس في بلوغ التمام وفي بلوغ الكمال في بلوغ الكمال يعني الرجل يكون آية من آيات الله في العدل إنسان آخر عدل هو بلا شك ولكن عدله أقل قليلا أو أقل كثيرا وهكذا في سائر الفضائل في سائر الفضائل لكن في نهاية المطاف هو لا ينزل عن الحد الأدنى عن نصاب الفضائل يعني في نهاية المطاف لا يخرج من ميدان العدل ليدخل في ميدان الظلم لا هو يبقى إيه؟ يبقى عدلا لكنه ربما يكون في تخوم العدل في ربض جنة العدل وليس في وسط العدل في قلب العدل في جوهره ولذلك الذي يكون على الطرف يتاخم الظلم ممكن تحت خطأ يسير بسبب غفلة أو نسيان أو طمع أو هون أو ترغيب أو ترهيب يقع والعياذ بالله في الظلم فالأفضل الإنسان يكون دائما أقرب إلى الجوهر جوهر العدل جوهر الصدق جوهر الأمانة جوهر العفة جوهر العفة إلى آخر هذه الأخلاق العظيمة فكتاب الله ما الآن أيها الإخوة عدل عدل ولو على أنفسكم الله يقول شيء غريب تعدل حتى على نفسك إن كنت مخطعا أو ظالما أو متوجود تقول أنا الأظلم أنا الظالم أنا المخطع أنا البادي والبادي وأظلم اشهد على نفسك من يشهد على نفسه من يشهد على نفسه فعلا إذا أردت أن تصيب وليا من أولياء الله أنا أقول لك لا تنظر إلى هيئته كيف منظره كيف جماله كذا واللحيته وجلباه لا تنظر إلى هذا لا تنظر إلى حركاتي أنا أقول لك انظر إلى حدله وتقواه لله تبارك وتعالى إن رأيته منصفا يعطي النصف من نفسه يشهد أحيانا عن نفسه بالغلط بالظلم بالتعدي إذا وقع منه ذلك فاعلم أنك أمام ولي من أولياء الله انفعل هذا دون أن يلجع إليه بالقوة ويفعله من تلقائي ضميره لا يحتمل أيها الإخوة أن يظلم أحد بسببه وينجوه يقول لك أنا أنا الذي أخطأت هذه غلطة أنا هذا خطأي أنا هذا ولي لا يفعل هذا إلا ولي لله إلا رجل كامل الإيمان اللهم اجعلنا على هذا النعت وعلى هذا الصفة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ما أعظم ما أجل هذه الآية من سورة النساء يقول حتى على نفسك على أبيك على أمك على أبنائك على زوجك على أقربائك أو ذوي قراباتك اشهد اشهد بالحق ولا تخف ولا تأخذك في الله لومة لائم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا لا يحملنكم كرهكم لقوم يكرهونكم ويعادونكم على أن لا تعدلوا لا يحملنكم على الظلم الله يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى والآية هذه قرأتموها في سياقها من سورة المائدة علمتم علم اليقين والقطع أن هؤلاء القوم المذكورين شنأن قوم هم الكفار المعادون الذين كانوا يعادون الإسلام وأهله أيام رسول الله الله يقول ما في مشكلة حتى هم أعداؤكم ويعتدون عليكم ويكفرون بربكم ونبيكم إياكم أن تظلمهم إياكم إن صار الأمر العدل والظلم فعليكم بالعدل وتجافوا عن الظلم وتجافوا وتباعدوا من الظلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى قل أمر ربي بالقصد آيات القصد آيات العدل آيات القصد القصد بمعنى العدل أيضا آيات القصد كثيرة قل أمر ربي بالقصد وأقيم وجوهكم عند كل مسجد هذا من الأوامر الإلهية العظمى أيها الإخوة والأخوات على كل حال نأتي الآن إلى العدل في سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام لكي نتطرق من خلاله العدل في شخصه الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام كيف علم العدل بقوله بسنته القولية عليه الصلاة وأفضل السلام أول ما نبدأ به الحديث الجليل الجميل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغير مسلم يقول عليه الصلاة وأفضل السلام المقصطون المقصط هو العادل القاصط هو الظالم انتبه قصط بمعنى ظلم أقصط بمعنى عدل إذا أزال الظلم الهمزة للسلب الهمزة هنا للسلب إذا قصط ظلم قال تبارك وتعالى فأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا القاصط في جهنم من هو القاصط؟ الظالم أما المقصط المقصط من ماذا؟ من الرباعي قصط من الثلاثي قصط فهو قاصط أقصط فهو مقصط لأنه رباعي المقصط هو العادل أيها الإخوة وليس الظالم بخلاف الظالم القاصط يقول عليه الصلاة والفضل السلام المقصطون على منابر من نور أي يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين عشان ما يجيش واحد إيه؟ مغفل مجسم وثني مشبه يقول هايو النبي يقول عن يمين الرحمن إذن عنده إيه؟ له يدان يد يمين وآخر الشمال إذن هو جسم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم غفرا نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان ولذلك النبي شوف التعبير الذكي الموحد سيد الموحدين سيد الموحدين ورأسهم ومقدمهم قال عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين لو كان جسما يستحيل أن يكون كلتا يديه يمين وليس بجسم لا إله إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد إذن المقصطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن يقول وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين طيب المقصطون في ماذا؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا الذين يعدلون في حكمهم إيش الحكم؟ مش نقول رئيس سلطان لا 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 في لسان الشرع الحكم هو القضاء والحاكم هو القاضي عشان تفهموا اللغة الشرعية يا أخواني تقرؤون التفاسير والأحاديث وشروحات الأحاديث مثلا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين إن الحاكم إذا اجتهى دع فأصاب فله أجران إيش الحاكم؟ مش الرئيس أو الدولة الحاكم بمعنى القاضي والحكم هو القضاء والحكم هو القضاء في كتاب الله وهو كثير جدا على كل حال يقول الذين يعدلون في حكمهم أي في قضائهم إذن العدل القضائي العدل القضائي كما قلنا قبيل قليل في سورة النساء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا قضيتم وفصلتم في الخصومات أن تلتزموا قطة العدل والمعدلة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا الولايات كل الولايات العامة بالذات والخاصة أي ولاية من رأسة الدولة يا إخواني إلى أي ولاية بسيطة كل هذه ولايات كل هذه ولايات أن تكون عادلا فيها لكن النبي يقول يعدلون في حكمهم وأهليهم سيقع سؤال سيثور الآن سؤال كيف أعدل في أهلي وما المقصود بالعدل في الأهل للأسف الوقت أدركني أحبتي في الله سنجيب عن هذا السؤال ونكمل ما تبقى من حديث مسهب وطويل في موضوعة العدل لكن في الحلقة المقبلة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقبل صلاتكم وصيامكم وقيامكم وأن يبيض نواصيكم وأن يختم بالصالحات أعمالي وأعمالكم وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة